ساعة واشنطن إلى تخفيف حدة التوتر مع الصين الغاضبة من زيارة محتملة قد تجريها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها وترى بكين في هذه الزيارة المحتملة لتايوان استفزازاً وعلنت الصين تنظيم تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق تايوان وتعتبر هذه المسألة حساسة بالنسبة لواشنطن فرئيسة مجلس النواب الأمريكي شخصية محورية في الغالبية الديمقراطية للرئيس جو بايدن لكن زيارتها المحتملة للجزيرة ستشكل خطوة إلى الأمام في المواجهة مع بكين وهو ما ينذر بتعقيد مهمة الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يصعون جاهدين لعدم تسمم العلاقات مع العملاق الأسيوية وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أماله في أن تتمكن الولايات المتحدة والصين من أن تدير بحكمة خلافاتهما في شأن تايوان وقال لدينا خلافات عدة في شأن تايوان لكن خلال أكثر من 40 عاماً تمكننا من إدارة هذه الخلافات وفعلنا ذلك بطريقة حافظنا عبرها على السلام والاستقرار التي سمحت لشعب تايوان بالإزدهار ها السيد. ال Jahres bill Last noon I spoke with Russian foreign minister Lavrov we had a frank and direct conversation. We urged our foreign minister Lavrov to move forward with that proposal I am not going to characterize his response and I can't give you an assessment of whether I think things are anymore or less likely but it was important that he hear directly from me on that. شكرا